بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو اللقاء الخامس والثلاثون في سلسلة أفلا تذكرون اليوم أحببت أن نرد على شبهة يثيرها بعض الملحدين حول الجبال وأوتادها وحول دور هذه الجبال في تثبيت الأرض وفي استقرار عمل الأرض وفي التوازن البيئي هناك سلسلة من المقالات منتشرة على الإنترنت بعنوان أكذوبة الإعجاز العلمي تناولوا في إحدى مقالاتهم نشوء الجبال وأكدوا أن القرآن قد أخطأ علميا في الآية التي تقول وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم وأنهارا والسبلا لعلكم تهتدون وقالوا إن الجبال ليس لها أي دور في تثبيت الأرض وأن التثبيت يكون للأرض الثابتة أصلا وليس المتحركة ويكون التثبيت للجسم المستوي وليس الكروي لأن الأرض كروية وهذه الآية تشير إلى ما يسمى بالأرض المسطحة وهي خطأ علمي شائع المهم أيها الأحبة هؤلاء لا تقنعهم لغة الكلمات ولا يقتنعون بالأدلة التي جاءت في القرآن ويسيئون تفسير الآية فمن قال إن الجبال وجدت لتثبيت جسم ثابت أصلا وليس متحرك الأرض أثناء حركتها تحتاج إلى استقرار أيها الأحبة ثم إن أحد الباحثين الغربيين نشر بحثا مؤخرا يؤكد فيه أنه إذا اختفت الجبال من على الأرض ماذا يحدث درس دورة ما يسمى بدورة الكربون ووجد بأن النظم البيئية ستختل على الأرض وستفنى الحياة وتتحول الكرة الأرضية إلى ما يشبه كوكب المريخ الصحراء قاحلة لأن مهمة الجبل ليس فقط التثبيت بل له مهمة في الحفاظ على التوازن الأرضي أيها الأحبة اليوم هناك موضوع اسمه التوازن الأرضي وهو عبارة عن توازن لبنات القشرة الأرضية العائمة على الغلاف الصخري كما نعلم أن قشرتنا الأرضية رقيقة جدا أرضنا مكونة من سبع طبقات الطبقة الأولى من الخارج هي القشرة الأرضية بحدود مئة كيلومتر وتحت في أعماق المحيطات هذه السماكة تكون قليلة أقل من مئة كيلومتر لذلك تسمى قشرة لأنها رقيقة جدا الحقيقة الحقيقة أيها الأحبة الجبال تملك جذورا منغرسة داخل هذه القشرة وتصل إلى الطبقة الثانية من طبقات الأرض وهي طبقة الغلاف الصخري وهذا يؤمن التوازن المطلوب لهذه القشرة القضية ليست قضية أرض هو يثبت كرة لا ليس تثبيت كرة يجب أن نفهم أيها الأحبة الأرض عبارة عن طبقات فالطبقة الرقيقة التي في السطح تعوم فوق طبقة ثانية ملتهبة ذات كثافة عالية وحرارتها عالية هذا الغلاف الصخري الذي تتوضع القشرة عليه وتتوضع الجبال فوق القشرة الأرضية لو لم يكن لهذه الجبال أوتاد عميقة في الأرض ما الذي سيحدث لهذه القشرة الأرضية ستصبح مثل ورقة أو مثل قطعة خشب تعوم على الماء قطعة الخشب العائمة على الماء نجدها لا تستقر تميد وتميل وتضطرب قطعة الجليد أيها الأحبة التي تطفو على الماء نفس الشيء جزء منها يغوص داخل الماء وجزء يظهر طبعا حتى يتحقق التوازن استاتيكي لهذه القطعة ينبغي أن يكون لها مرسات أو جزء يرسو وينغرس داخل الماء يغوص عميقا داخل الماء لأن الجبال والقشرة الأرضية كثافتها أقل من كثافة الطبق الثاني الطبق الصخرية الثانية وبالتالي أنت لديك شيء عوم هنا عائم مثل سفينة عوم هذه السفينة إذا لم يكن في أسفلها ثقل ولها تصميم يشبه الوتد هكذا ويغوص معظمها تحت في السفينة يغوص جزء كبير منها تحت في الماء لماذا هذا التصميم لضمان عدم انقلاب السفينة ولتحقيق التوازن جميع جبال الدنيا أيها الأحبة لها جذور تمتد في الأرض وتعمل على تثبيت واستقرار هذه القشرة الأرضية لذلك الله تبارك وتعالى يقول وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون إذن سمى القرآن الجبال بالرواسي لماذا؟ لأنها تعمل مثل السفينة التي ترسو في البحر ترسو تغوص عميقا ويظهر منها جزء فقط وهذا حسب قوانين ميكانيك السوائل يؤكد أنه لا يمكن لأي جسم خفيف أخف من الماء أن يتوازن إلا إذا غاص جزء كبير منه في الماء وإلا سينقلب تصور لديك قطعة خشب هكذا رقيقة وتركتها ستنقلب إذا لم يكن هناك ثقل في الأسفل مثل السفن تماما فالقرآن شبه الجبال بالرواسي بل سماها رواسي تشبيها لها بالسفينة التي ترسو ويغوص جزء كبير منها في الماء وهو ما تفعله الجبال فهي ترسو وتغوص في قشرة الأرض وبخاصة إذا علمنا أن القشرة تتألف من مجموعة من الألواح هذه الألواح تعوم على غلاف صخر ملتهب يعني القشرة الأرضية ليست قطعة واحدة إنما مقطعة إلى مجموعة وتفصل بينها الشبكة من الصدوع أقسم الله بها هذه الشبكة تشكل صدعا أرضيا واحدا متصلا ببعضه قال تبارك وتعالى والأرض ذات الصدع إذن هذه الجبال أيها الأحبة لو بحثنا عن معنى كلمة رسا في المعاجم مثل مختار الصحاح ماذا نجد؟ نجد معناها ثبتة بالفعل الجبال تثبت القشرة الأرضية لكي لا تميل وتهتز طبعا العلماء يؤكدون أن كثافة الجبال تختلف عن كثافة القشرة الأرضية المحيطة بها تماما مثل قطعة الجليد العائمة على سطح الماء فإذا وضعنا قطعة من الجليد في الماء نجد أن جزءا كبيرا يغوص في الماء ويظهر جزء صغير وبالتالي لو لا هذه الميزة سوف تنقلب هذه قطعة الثلج هذه إذا وضعناها ولم تكون ثقيلة بما فيه الكفاية ليغوص جزء كبير منها في الماء ستنقلب لذلك الجبال الجليدية كلها لها أوتاد تمتد لمئات الأمتار داخل الماء سبحان الله طبعا أيها الأحبة نحن نعلم من هندسة تصميم السفن أن السفينة يجب أن يكون لها شكل محدد لتستقر في الماء ولا تنقلب والجبال قد صممها الله تعالى بشكل محدد فهي تغوص ولا تنقلب أيضا سبحان الله من أعجب طبعا ما قرأت حول هذه الجبال ودورها في التوازن الأرضي أن العلماء عندما قاسوا كثافة الجبال وكثافة الأرض المحيطة بها وجدوا أن النسبة هي ذاتها كنسبة الجليد إلى الماء يعني كثافة الجبل بالنسبة لكثافة الأرض المحيطة به تشبه كثافة الجليد بالنسبة لكثافة الماء وهنا طبعا تتجلى عظمة القرآن ودقة التشبيه عندما قال تعالى وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون فشبه الجبال شبهها بالسفن الرواسي وهو تشبيه دقيق من الناحية العلمية ومستخدم اليوم في شرح ما يسمى بيئة إزوستاسي أو التوازن الأرضي من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التشبيه ليستخدمه في ذلك الوقت حيث لم يكن مألوفا أو معروفا بعض الملحدين وضع أبيات من الشعر والدعا أنها لشاعر جاهلي قبل الإسلام يستخدم كلمة رواسي أو أرساها الجبال أرساها واضح أيها الأحبة أن هذه القصيدة مأخوذة من القرآن ولا يوجد شاعر جاهلي قال ذلك ولا يوجد دليل على ذلك لا توجد مخطوطات أصلا لذلك يأتون بأي قصيدة أي بيت شعر يحاكي القرآن ثم يقولون هذا جاء قبل القرآن طيب ما هو الدليل ليس هناك أي دليل سوى بعض الكتب التي تكتب هذا الكلام تعود إلى بعد نزول القرآن بخمسمائة سنة تقريبا يعني هذا الكلام ورد على لسان بعض الشعراء الملحدين كمحاكات للقرآن ونسبوه لأناس في الجاهلية الشعراء جاهليين وقيل هذا الكلام أو كتب أو بدأ التداول به بعد القرآن بمئات سنين مما يدل على أن هذه العبارة والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم هذه العبارة أول ما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعض الملحدين وأخذوا وأجروا محاكاة شعرية لهذه الآيات ونسبوا هذه الأبيات إلى شعراء في الجاهل ليقولوا أن القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من الشعر الجاهلي هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد دليل عليه أصلا طبعا أيها الأحبة إن عمق الجذور يمتد أحيانا لأكثر من مئة كيلومتر كما في جبال الهملاية وهذا العمق يعطيك شكل الوتد يعني هذا الجذر مع الجزء الظاهر يعطيك شكل الوتد الوتد من الناحية الهندسية حتى يؤدي مهمته ينبغي أن يغوص معظمه في الأرض يعني إذا افترضنا هذه القشرة الأرضية فينبغي أن يكون الوتد هكذا معظمه يغوص في الأرض ويظهر منه جزء صغير يظهر هذا الجزء ويغوص معظمه في الأرض هذا الوتد طبعا أنت إذا قمت بدق مسمار مثلا لتثبت شيء فإن معظم حجم أو جسم المسمار يدخل في الخشب ويظهر منه جزء بسيط هذا هو الجبل الجبل إذا كان ارتفاعه مثلا مثل جبال هملايا ارتفاعه بحدود 8000 متر أو 8800 متر أو 8 كيلومترات تقريبا تغوص لأكثر من 100 كيلومتر يعني أكثر من 10 أضعاف الجزء الأعلى تماما مثل المسمار الذي يغوص معظمه ويظهر فقط الرأس هذا التشبيه أيها الأحبة دقيق جدا علميا وهندسيا وجيولوجيا لأن شكل الجبل بالفعل يشبه شكل الوتد وهذا الوتد الذي يعمل على التثبيت مهمته تشبه مهمة الجبل التي تعمل على تثبيت هذه القشرة الأرضية وإلا لكانت هذه القشرة تحركت لأنها تعوم على بحر من الحمم المنصهرة طبقة الغلاف الصخرة وطبقات الوشاح تحتها الثلاثة كلها ملتهبة وذات كثافة عالية لذلك البراكين والحمم المنصهرة تتدفق من هذه الطبقة الثالثة أيها الأحبة فتخيلوا لو لا وجود هذه الجبال التي ترسي وتثبت هذه القشرة الأرضية ما الذي سيحدث ستحدث اضطرابات في هذه الألواح وتحدث هزات أرضية عنيفة جدا تؤدي إلى زلازل وكوارث ولن تستقر هذه الحياة على الأرض لذلك من رحمة الله تبارك وتعالى أنه وضع هذه الأوتاد للجبال ليتفضل علينا بالحياة المستقرة ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة القرآن هنا أيها الأحبة يصرح بأن الجبال هي أوتاد والعلماء بالفعل يقولون إن للجبال جذورا تثبت الأرض وتعمل على توازنها وهناك علم قائم بذاته يدرس هذا التوازن الأرضي الآن دعوني أقف معكم وقفة لغوية كلمة رسى إذا تأملنا معجم لسان العرب مثلا نجد رسى الشيء يرسو رسوا وأرسى يعني ثبت وأرساه يعني ثبته ورسى الجبل يرسو إذا ثبت أصله في الأرض وجبال راسيات والرواسي من الجبال الثوابت الرواسخ ورست السفينة ترسو رسوا بلغ أسفلها القعر وانتهى إلى قرار الماء فتثبت وتبقى لا تسير وأرساها كذلك وفي التنزيل العزيز في قصة نوح عليه السلام وسفينته وقال اركبوا بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور الرحيم والمرساة هي أنجر السفينة التي ترسى بها وهو أنجر ضخم يشد بالحبال ويرسل في الماء فيمسك السفينة ويرسيها حتى لا تسير قال ابن بري يقال أرسيت الوتدة في الأرض أو الوتدة في الأرض إذا ضربته فيها طيب أيها الأحبة نستطيع أن نفهم من كلام العرب أن كلمة أرسى كلمة عميقة جدا لها دلالات لغوية عندما تقول أرسى الجبل والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم كلمة أرساها هنا يعني أعطاها شكل وشدها إلى داخل الأرض لترسوا وتثبت يعني أرساها ثبتها فهذه الجبال ثابتة مع للم أنها تتحرك حركة خفيفة جدا كما قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون فالقرآن العظيم يستخدم تشبيها للجبال بالسفن التي ترسو في الماء والعلماء اليوم يستخدمون نفس التشبيه لفهم عملية آلية عمل الجبال أو آلية التوازن الأرض يستخدمون التشبيه ذاته ويرسمون صورا ضمن مراجع يضعون مثلا قطع من الخشب كرسم جرافيك يعني ويدرسون علم التوازن كيف أن قطعة الخشب عندما تغوص في الماء حتى تتوازن يجب أن يكون لها شكل الوتد كذلك الجبال حتى تتوازن يجب أن يكون لها شكل الوتد إن هذا الكلام أيها الأحبة وهذه الحقائق العلمية تثبت أن القرآن كتاب علم أولا وليس كتاب أساطير الملحدون يدعون أن القرآن فيه أخطاء علمية ونقول أين الأخطاء العلمية في هذا الكلام إذا كانت الحقائق العلمية تؤكد أن الجبال على شكل أوتاد ولها جذور كل الدراسات العلمية تؤكد ذلك وكل الدراسات تشير إلى أهمية الجبل حتى في التوازن الأرضي يعني كلمة أن تميد بكم لا تعني فقط أن تهتز لا تعني أن تطرب حياتكم أيضا بالفعل الجبال إذا اختفت من على سطح الأرض آلية تشكل المطر ستختل ونزول المطر سيختل والماء العذب كمية الماء العذب ستختل أيضا وستطرب حياتنا إذن كلمة تميد تأتي بمعنى يعني يهتز أو يميل أو يضطرب فحياتنا ستضطرب إذا اختفت هذه الجبال لذلك نقول أيها الأحبة لمن يعتقد أن القرآن فيه خطأ علمي أرجو أن تقرأ عن التوازن الأرضي وعن دور الجبال وقرأوا البحث الذي يقول ماذا يحدث إذا اختفت الجبال من على الأرض وقرأوا الأبحاث الصادرة حديثا منها ما نشر على موقع Live Science عن جبال هملايا عن الجذور العميقة للجبال جبال هملايا وغيرها اقرأوا هذه الأبحاث جيدا بعد ذلك ارجعوا للقرآن ستجدون التطابق الكامل لذلك الله تبارك وتعالى لم يقل لنا ابحثوا في القرآن ثم انطلقوا إلى اكتشاف الحقائق الكون يا لا قال عز وجل ابحثوا في الكون لتكتشفوا أن هذا القرآن هو الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إذن ابدأ أولا قبل أن تنتقد القرآن اقرأ الحقيقة العلمية جيدا وافهمها جيدا ثم اقرأ القرآن ستجد التطابق الكامل مصداقا لقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته